موسيقى السلام عليكم في أولي أيام محاولة ميليشيا الحوثي للجياح محافظة تعز وقف مدافعا عن منطقته في جبل العنين من دون دعم ولا إسناد دفع عنها مع مجموعة من رفاقه بتمويل ذاتي لكنه منذ سنوات طريح الفراش جراء إصابة لحقت به يعاني الإهمال وكما قاوم الحوثيين منفردا بتمويل ذاتي ههو يقاوم جراحه وإعاقته بتمويل ذاتي أيضا قصة الجريح رشاد الشمساني في الفيلم التالي نتابع ومن ثم نعود بسم الله الرحمن الرحيم أنا الجريح رشاد الشمسان القريحة منسي قريحة الجيش الوطني في قبعة العنين قبعة الحبشية تعز بالبدأ أنا أسست القبعة على حسابي أنا مقبعة أشخاص قبعة العنين أسستي على حسابي قسرنا سنة ونص المصاريف على حسابنا حتى الذخيرة نحن ندافع عن بلادنا من المليشيات الحوثيين ندافع عن العالم القمهوري ندافع عن الدولة وعن الوحدة أثناء الموقعات مع الحوثيين وصبت بطل قناري في الحبل الشوكي في الفقرات العنقية وصبت بشكل كامل خضعت العملية بالروضة بدأت التحسن حاجة بسيطة إلى أن قرر الطباء أن يكون سفري للخارج انتظرت الدولة لسنة ونص ما فيش أي اهتمام علاقة على حسابي تدليك على حسابي السكن على حسابي وكله على حسابي بالسنة ونص بالقرس بتعز بعدين قامت بعمل فيازلي واثنين مرافقين وسافرت إلى الهند الدولة قامت معي بتذاكر من عدن إلى ممبي أول مدينة في الهند وبعدين كملتوا أنا لحالي وبعدين قابلوا لعملية قالوا أن يجد زراعة حبل الشوكي وخلق إدعية بالأخير هذه العملية كلفت عليهم 3500 دولار ومحسبوا على الدولة بزعب 1500 دولار عرفتوا عن طريق المستشفى وعن طريق نفس العمليات التي أجريت لناس آخرين سودانيين جنبي وناس آخرين في بوضوح المستشفى طلبوا مني أن أجب مرضى آخرين ويكلمونه بالحقيقة قالوا هذه عمولة نحن نتعمل بشكل رسمي بعد ورح طلع العملية خربان ورحت إلى المستشفى آخر وفي معي سي دي عقراني المغناطيسي وتقريب طلع بأنه في إنحنا بحبل الشوكي بالعملية حق الهند اللي حق على جراديو إيلان إنحنا بحبل الشوكي وإنحنا بحبل بالمودة الفقري ورم دموي سببت هذه العملية الجديدة استمريته بعد ذلك وطالب بإقراء عملية تصحيح إلى الآن ما فيش عملية تصحيح سنة وأنا بالهند كان أكل شراب تأكل لك بواحد عصيلي باليوم الحكومة استمرنا لدى حاجة بسيطة تقي شهر وثلاثة شهر لا المصروف وإلا شهر وشهرين ما فيش علاق ما فيش إلا قليل القليل يعني كانوا يقوم لك الحفاظات من الصيد اللي حقهم حفاظات فرشة سرير يا الله يندل لك تروح تتعالق ما عندلكش مصاريف ما عندلكش عقال علاق وإلا يندل لك شهر وشهر لا حق علاق طبيعي بالأخير أدي أشوف الملف الورقة حق رئيس الأجنب ليند اللي كتبه صور لهم جيب الملف جيب ورقة يشوفه هذه اللي كان نتيجة سفري ليش إن أتأخرته عدة أشهر بدون مصاريف بدون بحاجة إلى عدة عمليات هذا مطلوب أنا كنتم بحاجة إلى عمليات إلى عمليات تصحيح العملية أولى بحاجة إلى عمليات زراعة أنسية بحاجة إلى عمليات انسداد انسداد حليل هاي كلهم ما فيش ما عملوش عمليات اللي قلنا بالهند أيضا علاق طبيعي ما فيش توقف عدة مرات عدة أشهر قل الرئيس اللي قلنا بالهند ما فيش معي ما فيش معي اعتماد من تحز واستمرنا يقول لكل أصحابي يعني ثلاثة شهور تعالتوا على حسابي بآخر المطاف تحسنت خمسة ثلاثين في المئة لما خلص المصاريف وأنا اكتتمت من التنفس من البول اضطرتوا لأسافر اللي خلالنا أرجعنا ما فيش مصاريف ما فيش علاق ما فيش عمليات يعني وانا خلصت مصاريف من بيتي هنا أجي ما قدرش أجلس بدون مصاريف خلص بعتوا جميع من معي اضطرتوا روح بيتي خلص وباتفاق مع رئيس اللقنان النقل ما فيش مصاريف ولا أنا قادر أعملكم حل أنا قلتوا بالأخير سافرتوا بعتوا ذاب بعتوا سيارة بعتوا بقار بعتوا كل شي هذا كله وانا تعالج وأيضا أنا مقدم عليهم مصاريف تقريبا تطلع إلى 11.000 دولار ما بين فياز تذاكر ومصاريف وعليك طبيعي بالهند ومقدم عليهم هنا في اليمن لما وصلتوا 500.000 عمليتين مقدم على 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 الدولة مقدمة يعني عمليت انسداد عمليت انسداد بول عمليتين بـ 500.000 هنا بليمن معي فاتر لكل شي أيضا لأربعة شهور أستخدم عليك طبيعي دكتور يجيلي كل يوم بـ 3000 ريال وانتظر بثلاثة شهور يعني 90 في أربعة كم 360.000 أيضا بحق أنا إلى إبارة صينية 2500 حق الدكتور 3000 حق السيارات يوميا بالشهور بالشهر تطلع باليوم 5500 بالشهر تطلع تقريبا 60 65 ألف 165 ألف بالشهر الواحد المساق ستطلع باليوم تطلع المساق لا أقبل حتى فرشة السرير حتى العلاج الذي مقرر أستلم أشتري بكل شهر بـ 65.000 علاج موجود الفواتير وهذه كلما الدول لم تجيب أي شيء و عندنا السكن بـ 50.000 والسيارات عندما تودك تردك للمستشفى لأي مركز أقل شي 3000 ريال بالمشوء الرائح جاي وإنما أشده على حاجة لأنه يضطر للإعلاج العادي الذي يستطيع له والآن هذا إعلاج مستعقل وإلى الأصل لدي عملية توصيل تكون الآن بريطانيا ألمانيا أو الهند أو أي مكان لا يستطيع الهند لا يستطيع هنا إذا قالوا الدكاترة أنها ليست ممكن أن تحسن عادي لكن ممكن أن تحسن في تقارير من الهند من أكبر دكاترة الهند إنك تتحسن خلال 6 إلى 27 إلى 8 إنك تقوم تمشي بريطانك إذا في علاق مكتر ثلاث سنوات وهذا الجريح يكافح معتمدا على الأمل الذي منحه إياه الأطباء ينتظر تحسن الحال ووفاء السلطة الرسمية بواجباتها نحو مواطنيها أو نحو من جرح وهو يدافع عنها على الأقل قضية الجرحى المهملين وحقهم في الرعاية والعلاج موضوع حديثنا مع المحامي نبيل شريان ينضم إلينا من تعز مرحبا بك معنا سيد نبيل مرحبا السادة العزية شاهدنا قبل قليل قصة الجريح رشاد الشمساني وكيف تم إهماله من قبل السلطات الرسمية سواء من الدعم أو حتى الرعاية بالبداية نسألك ما هي حقوق الجرحى والمصابين في القانون اليمنى بسم الله الرحمن الرحيم أختي الفاضلة بالنسبة لحقوق الجرحى والمصابين سواء في القانون اليمنى أو في القوانين الدولية بدءا من حقهم في العلاج وحقهم في الرعاية الاجتماعية وحقهم في العيش الكريم حقهم في توفير المرتبات لهم حقهم في ضمان مستقبلهم ومستقبل أسرهم حقهم في التعليم حقهم في أن يضمنوا مستقبلهم ومستقبل أسرهم حقهم في توفير المدارس والجامعات الخاصة بهم كلهم بحسب احتياجه وبحسب وضعه الصحي هل لديكم إحصائية بعدد الجرحة المهملين والمحرومين من الرعاية والعلاج خصوصا في مدينة تعز على الأقل أختي الفاضلة بالنسبة لعدد الجرحة في محافظة تعز أولا نعطيكم إحصائية إجمالية لعدد الجرحة في محافظة تعز منذ شهر مارس 2015 وحتى الآن فقد بلغ عدد الجرحة ما يقارب 23 ألف قريح منذ بداية الحرب وحتى الآن لدينا أيضا في محافظة تعز 800 قريح من مبتورية الأقدام والأطراف بحاجة إلى رعاية واهتمام لدينا أيضا في محافظة تعز 200 قريح مقعدين من قرحة الشلل الرباعي والنصفي والمعصابين بالعمود الفقر والإصابات بالعمود الفقري لدينا أيضا في محافظة تعز ما يقارب 1300 قريح بحاجة إلى عمليات قراحية داخلية داخل المحافظة لدينا أيضا في محافظة تعز ما يقارب من عدد 350 قريح مقيدين لدى اللقنة الطبية بحاجة إلى السفر إلى الخارج ولم تتمكن اللقنة من تسفيرهم بالتالي يعني إهمال هؤلاء الجرحة وعدم إعطائهم حقوقهم في العلاج كيف يتم النظر إلى هذه النقطة ضمن صياق القانون اليمني أخت الفاضلة أولا لا أخفيك أن من يتلاعب في هذا الملف الحساس ملف الجرحة هم أناس أصحاب نفوذ وعلى أعلى هرم في السلطة أناهيكم أن القانون اليمني وما يرتكبه هؤلاء في الملف في ملف الجرحة تعد قرائم يعاقب يعاقب عليها القانون نعم إذن هل يجوز التذرع بقضية أنه لا توجد إمكانات وبالتالي يتم إهمال هؤلاء الجرحة أخت الفاضلة التلاعب في ملف الجرحة ومن يتعذر بعدم موجود الإمكانيات لا يعفيه من العقاب وبالنسبة للإمكانات في محافظة تعيز أو بالذات في ملف الجرحة فهناك إمكانيات هائلة وأموال هائلة تهدر إلى هذا الملف ولا نجد لها مكان هناك لا يوجد في ملف الجرحة لا توجد رقابة لا توجد لا توجد شفافية لا توجد محاسبة لمن يتلاعب في هذا الملف الهم والحساس لا توجد أيضا تصفية حسابات لللجنة الطبية السابقة والحالية للأموال التي ترسل إلى هذا الملف إلى الخارج فهم يعملون دون حسيب أو رقيب وبالإمكان للجميع أن يتأكد بأن هناك أموال هائلة تصرف ولكن تصرف إلى قيوب وحسابات المسؤولين بالذات المسؤولين على هذا الملف الحساس وهو ملف الجرحة نعم إذا كنت قد استمعت للجريح رشاد كان يتحدث أن أي مواطن في الهند يستطيع العلاج بتكلفة أقل من التكلفة التي يتعالج بها الجريح على حساب الدولة اليمنية بما يشير أن هناك سمسرة في هذا الملف كيف ينظر القانون إلى هذا الموضوع أختي الفاضلة كل من يتلاعب سواء كل من يتلاعب في هذا الملف سواء في السماسرة من المسؤولين في الداخل والخارج هي جرائم يعاقب عليها القانون ناهيكم عن أن السمسرة في ملف الجرحة موجودة في الداخل والخارج على سبيل المثال من يتعاقدون مع المستشفيات في الداخل من يتعاقدون مع المستشفيات في الداخل لا نعرف ما هي معاييرهم ما هي معاييرهم في التعاقد مع هذه المستشفيات فالقريح في محافظة تعز القرحة العاديين لا نقول القرحة الذين يحتاجون إلى السفر إلى الخارج أصحاب الحالات الخاصة القرحة الذين يأتون إلى المستشفيات فهؤلاء يطردون من المستشفيات لا يستقبلون يمتهنون يهانون سواء كانوا في الداخل والخارج المسؤولين على هذا الملف الملف الهم والحساس معاييرهم الواضحة هي معايير كيف يحققون الربح وليس كيف يغفرون العلاق اللازم للقرحة كان بالإمكان لنا أو للمسؤولين القيام بواقبهم تجاه القرحة حتى في محافظة تعز لكن ما نشاهده ونلاحظه ويشاهده الجميع هو إهدار لهذا الملف وللمبالغ المالية التي تصرف سواء الجرحة أختي الفضيلة هنا شؤال سيد نبيل أين دور الجهات المسؤولة وأين دور المنظمات الأممية والمحلية في ملاحقات ومتابعة حقوق هؤلاء الجرحة وبالتالي محاسبة من تسبب في تعقيد مشكلاتهم أختي الفضيلة لا يوجد أي دور للمنظمات الدولية بل أن هناك منظمات تأمل للإساءة للقرحة وإهدار حقوقهم لا يوجد مراقبة للمسؤولين لا توجد محاسبة سواء على سبيل المثال اللقنة الطبية السابقة واللقنة الطبية الحالية لا نجد من يحاسبهم سواء التصريحات التي تصدر منهم أو من غيرهم أما الحسابات والرقابة عليهم لا توجد فهم كلما في الأمر وما يقدرون عليه سواء في السلطة المحلية أو المنظمات الدولية فكلما ارتفع أصوات وأنينا الجرحة في الداخل والخارج يذهبون لتقديم الفتاة لهم مساعدات ونحن هنا نقول لهم الجرحة لا يحتاجون إلى مساعدات ولا هبات وإنما هذه حقوقهم الواجب علينا والواجب على الحكومة برأيك كيف يمكن حل مشكلة الجرحة؟ أخت الفاضلة سبق وأن تحدثنا هنا على قناة بالقيس بأنه لا يمكن لا نقبل لا يقبل الجميع بالحلول الترقيعية لا يقبل الجميع بتقديم مساعدات أو هبات للجرحة هم لا تعطيهم الحكومة ولا يعطيهم المسؤولين ولا يعطيهم هبة من أحد لا وزارة الصحة ولا مكتب الصحة ولا الحكومة الجرحة بحاجة إلى حل ملف الجرحة بحاجة إلى حل جذري بحاجة إلى أن تتبنى هذا الملف الحكومة وتجعله في قائمة مهامها هم لا يحتاجون إلى مساعدات نحتاج إلى حل جذري وذلك يمكن بعمل ميزانية مستقلة تهتم بشؤون الجرحة بدءا من علاجهم ورعايتهم هم وأسرهم بالتالي ما الذي يستطيع الجريح عمله في هكذا وضع لمتابعة حقوقه والحصول عليها؟ أخت الفاضلة نحن هنا نقول للجرحة بأن حقوقهم مشروعة فعليهم والجميع معهم أن يطالبوا بحقوقهم المشروعة عليهم أن يطالبوا أمام كافة الجهات سواء الجهات القضائية المحلية والدولية أو بالوقفات كان آخرها ما فعله الجرحة من وقفات احتجاجية فالجميع معهم السلطة المحلية والرئاسة مسؤولين مسؤولية تأملة مسؤولية كاملة وتامة قبل هؤلاء الجرحة سيد نبيل البعض يتهم جهات معنية سواء في التحالف بخصوص بالذات تمارس هذه الانتهاكات بحق الجرحة من مدينة تعز تحديدا كيف يمكن فهم هذا الموضوع أخت الفاضلة كما قلت لكم سابقا بأن ما يدار بالذات في ملف الجرحة فهو مقصود وهناك من يدعم هؤلاء السماسرة وهؤلاء المسؤولين لإهدار حقوق الجرحة ولضياءهم بهدف الإطاحة بمحافظة تعز لكننا نقول لهم أنهم لن يفلتوا من الإقاب رسالة توجيهها سيد نبيل للجهات المعنية وأيضا للجرحة رسالتي للجرحة أن طالبوا بحقوقكم فإنها مشروعة الجميع معكم وإلى قانبكم أنتم أحقوا بالعيش منا ومنهم رسالتي للمسؤولين على هذا الملف الهام والحساس أن اتقوا الله بأنفسكم يكفيكم ثراء على حساب أشلاء ودماء الجرحة رسالتي أيضا للحكومة أن تهي هذا الملف اهتمامها وأن يكون في قائمة مهامها وأن تتحمل مسؤوليتها فالتاريخ لا يرحم المحامي والناشط الحقوقي نبيل شريان كنت معي من مدينة تعز شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإميل الظاهر أسفل الشاشة أو على صفحتنا على الفيسبوك ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب الجريح رشاد الشمساني تم الرصد في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر